أهلاً أحبائنا مشاهدينا في هذه الحلقة منكمل حديثنا عن علم الآثار وعلم النقوش وفي هذه الحلقة رح نتكلم عن أسماء كتير اللي ذكرت واللي اكتشفت أيضاً أنا بحييكم في هذه الحلقة وأصلي من كل قلبي أن تكون سبب بركة لحياتك ويمكن عشان تأخذ فكرة أوسع أنا كتير بنصحك أنك ترجع للحلقات الماضية تشوف علم الآثار والنقوش في العهد القديم والحلقة اللي مضت في العهد الجديد حتى يكون عندك الفكرة الأوسع والأشمل لهذا الموضوع علم الآثار وعلم النقوش أهلاً أحبائنا مشاهدينا ما زلنا في هذه الحلقة نستكمل الحديث عن الآثار والنقوش في العهد الجديد ومعنا ضيف الحلقة دكتور مكرم مشرقي دكتور مكرم هو خادم الرب خادم الإنجيل في البلاد عندنا هو من الجليل الأعلى وطبعاً أخوي مكرم هو متخصص في هذا الموضوع متخصص بخلفيات الكتاب والنصوص المسيحية واليهودية والإسلامية متخصص بالخلفيات الحضارية وعمل عدة كتب أكثر من عشرين كتاب في اللغات الموجودة عندنا اللغة العبرية والعربية واللغة الإنجليزية وطبعاً كاتب أكثر من مئة مقال فهو الشخص المتخصص للموضوع اللي إحنا بنتكلم عنه أخ مكرم أهلاً وسهلاً فيك مرة تانية أهلاً فيك السيد نزارة مبسوط أكون معاك ورحل في كل المشاهدين شرف كبير لنا أخ مكرم وأنا بشكرك من أجل وقتك وتعب محبتك أخ مكرم إحنا حكينا عن نفس الموضوع في العهد القديم وفي حلقة سابقة عن العهد الجديد وذكرت لنا عن الكتابات اليهودية والمخطوطات القديمة وأنهينا الحلقة في البرديات وقبل ما ندخل في الأسماء إذا ممكن لو تعطينا دقيقة دقيقتين تستجمع الفكرة اللي حكيت عنها في الحلقة اللي مضت أمين حكينا في الحلقة الأولى في هذا الموضوع كانت عن الكتابات حكينا عن الفترة ما بين العهدين الكتابات اللي كتبت فيها الكتابات اليهودية ذكرنا الكتابات الخارجية أسفار الأبو كريفا ذكرنا الكتابات اليهودية ابتداء من المشناء التوسفتة التلمود الأرشليمي التلمود البابلي الكتابات المدراشية مدراش الهلخاء وبدراش الأجداء وكل الكتابات اللي وجدت في قمران وتحدثنا عن الكتابات قمران بالتفصيل وحكينا عنها أنها موجود فيها تقريبا كل العهد القديم بالعبري وبلغات أخرى وبعدين شوي بدينا عن موضوع الوثائق أو مخطوطات العهد الجديد الأولى طبعا هذا موضوع كتير كبير لكن احنا مجرد لمسناه ابتداء من أقدم المخطوطات أو القصائص يعني القصيص الشؤف الصغيرة من البردي اللي بتبعدش عن زمن الكتاب الأصلي أكتر من 20 إلى 30 سنين واستعرضنا بعضها يعني حتى يشوف القارئ السامع المشاهد قديش مصدقية هاي الكتابة حتى من نظر العلمي البحث ورح نستكمل الحديث أخ مكرم وخلينا أقول لأحباءنا المشاهدين الأخ مكرم عم بيعطينا مضاق ولكن بسبب الحلقات ويعني مدتها فأنا حاطت عليه ضغط إنه انسرع ولكن بالحقيقة إنه كل موضوع من اللي بيذكر بشكل سريع صراحة بيتطلب إلى حلقة وأنا هيك عندي أمل في المستقبل إنه كل يعني حلقة أو كل موضوع إنه تتعمل في جزئيات حتى تكون سلسلة متكاملة بتوضيح أكتر اشتركوا في القناة